المترجم للقناة عائلة فيها الإبن كبير والإبن الصغير وأب حنون الإبن الصغير وقع بنزوات الحرية أنا عايز الحرية الحرية في بيت أبويا ما فيش أنا عايزة أطلع برة أخذ الحرية كلنا بيجي عدو الخير بدينا نفس زرع الفكرة زرع فكرة والفكرة بتكون انتقلت إلى أكشن والأكشن إن أنا أترك بيت أبويا فالعدو لما بيزرع الفكرة لازم أكون أثبت في بيت أبويا انطلق وانطلق على عشم إنه حلائي الحرية اللي كان بعدو الخير بيديها للأول بيدينا الشوكولتاية وبعد كده يدينا المر ويدينا العذاب ويدينا السجن اللي من الصعب يتطلعوا منه طبعا بزر الأموال بتاعه بزر كل الفضائل اللي كانت موجودة في قلبه وبعد كده لقي نفسه فاضي ما لقيش الحرية ولا لقي السلام اللي كان بيتمتع به أجمل كلمة بتعجيبني في هذا الإبن لما نشاف نفسه المزربة اللي هو عايش فيها ما أجلش الآن الآن أقوم ودي اللعبة اللي بيلعب بيها عدو الخير معانا خليك بكرة خليك بكرة خليك بكرة وأنا بتحارب وشعر بضعفي وشعر بضيقي وشعر فقدي سلامي أجل 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 رجوع إلى حضن الآب انطلق كان المتوقع بأي منطق أن الأول لما الإبن ده أبوه فقد الرجاء فيه وقال خلاص ده مبنهوش فايدة وده اللي احنا بنقوله دايما ما فيش فايدة لكن الأب السماوي عنده كل لحظة في فايدة اللص اليمين على آخر لحظة دخل ملكوت السماوات فكان الأب بينتظر بينتظر رجوع هذا الأبن وبيعمل بكل طاقته إنه هو منع بعيد هو اللي رقد إليه مش الأب اللي رقد عليه الآب اللي رقد عليه وعنقه أخده بحضنه الحضن اللي كان الأبن ناشف بيتمنى الحضن ده أحلى حاجة حضن الأب رجع للحضن بتاع أبوه طبعاً إنتوا عارفين في تقليد اليهود العجل المسمن ده بيدبع في زواج الإبن الكبير كان عندنا واحد تاني الإبن الكبير عايش في البيت وعايش في كل خير أبوه وممتع بكل السلام بتاع أبوه لما أبوهم أبوه قال إصبحوا العجل المسمن ده أجمل هدية في السماء عندنا السماء تفرح بخاطي واحد أفضل من 99 براً لا يعتجون ده اللي كان تفكير الإبن الكبير أنا بار أنا اللي بخدمه اللي مدني الجادي ده كان تفكيره طبعاً الأباء بيقولوا على أنه برضو إشارة لليهودي لأنهم هم من الإبن أخذ الشريعة واستلم الشريعة وبعد كده ده كله كان عايش مع الله رفض الله والتاخذ طبعاً كلكم عارفين تاريخ الأمة اليهودية والتاخذ للسابي وكل اللي حصل لكن وبعدين الإبن الصغير اللي كان في نظر اليهود إن الأمم دون نجسين ما منهم شي فايدة هم من اللي دخلوا العرس طبعاً التوب الجديد اللي هو توب الاعتراف التوب اللي تأجمل حاجة أي واحد فين يجربها لما بيدخل الواحد مهموم وقلبه موجوح ويدخل في الاعتراف يطلع بتوب جديد مهلل لأن الآب السماوي منتظر اللحظة دي بيقول لي يا ابني أنا بكره الخطيئة لكن أنا بحبك ربنا بيحب الخطاة لكن يكره الخطيئة والكنيسة بدينا أجمل أمثلة أمثلة عظيمة القديس موسى الأسود اللي بنسميه أحسن أيقونة وأمنا المريم المصرية أحسن أيقونتين للتوبة والاعتراف القديس الزورس اللي وحب هذه الخدمة للقديس موسى الأسود ما ندر إن احنا بنسمع عن قديس موسى الأسود اللي هو كان أب باعترافه بنسمع عن قديس موسى الأسود عشان تعرفوا حلاوة التوبة وكرامة التوبة عند رب المكد فالنهاردة الإبن الكبير اللي كان قاعد في العز بتاع أبوه عشان كده كنيسة بتدينا حاجة خطيرة جداً معلمنا ياقوب بيكلمنا عن اللسان وخطورة اللسان بدل ما يفرح قال له خد البالكم الأب السعواء ما قالش ولا كلمة لابنه ما قالش ولا كلمة كلها كلمات فرح قاله دا اللي أخد فلوسك دا اللي بزر أموالك دا اللي كان مع الخطاوة الزنا يا ما كتير يا ما كتير بندين الكل وبندين الكل لا 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 دا مش في الكنيسة زي أنا في الكنيسة ما دا الابن كبير ما أنا في الكنيسة ما أنا ما أخذ كل النعمة في الكنيسة لا بعاير أخويا بعاير أخويا اللي في الضيقة وأنا ممكن أنا أكون أعفى أسوأ من هذه الضيقة ويمكن ما ارجعش زي ما اللي حصل لما فليكس الوالي بيتكلم وبوليس الرسول بيتكلم لم يذكر على انه هو آمن وكانت الفرسة أمامه فالابن الصغير اللي هو رجع لحضن الآب أجمل حاجة في ان عمرنا ما ندين حد ولعمرنا ما نتكلم على حد لأن الأولون آخرون والآخرون أولون فيبقى النهاردة أجمل حاجة ناخدها من الانجيل إننا نقدم توبة ونشكر الآب السماوي اللي بيسمح واللي بيدينا بدل الفرسة أنا أوقف على الباب أقرأ من يفتح أدخل وتعشى معاه أرجع له كل الملك أرجع له الخاتم بتاعه أرجع له التوب بتاعه والحزاء بتاعه أرجع له الحضن أرجع له للملك بتاعه فدي الحرية الحقيقية الحرية الحقيقية إننا نعيش في حدن الآب ربنا يدينا هذا الحلاوة بتاعه حدن الآب في رحلة الصيام الكبير ولو كل ما قدو كرام